نذهب سريعاً للصحافة العربية ونبدأ من الشرق الأوسط والحديث عن ليبيا والعنوان يقول حرب مفتوحة في الهلال النفطي الليبي التفاصيل أنه الهلال النفطي وفقاً لشرق الأوسط تحول لميدان ما أسمتها الشرق الأوسط حرب أهلية مفتوحة وده بعد توجيه اتهامات من الجيش الوطني بقالة المشير خليفة حفتر لعدد من الكتائب والمليشيات المسلحة داخل مدينة مصراطة في غرب البلاد بأنها شاركت في عدد من المعارك اللي بيشنها على الموانئ النفطية تحالف ما يسمى بكتائب الدفاع عن بنغازي ومليشيات أخرى مولية لحركة الوفاق الوطني المدعوم من بعثة الأمم المتحدة في حين أنه حكومتين قطر وتركيا نفت كل حكومة منهم على حدة في بيان لها الاتهامات اللي وجهتها الأطراف الليبية لتركيا والقطر بأنهما بيدعموا القوات اللي بتهاجم الهلال النفطي مسؤول في وزارة الخارجية القطرية ألف بيان صدر عنه وعن عدد أعضاء أنه بعد أعضاء المجلس النواب الليبي اتهموا قطر ووصف ده أنه عاري عن الصحة تماما أما السفارة التركية في ترابلس فأصدرت بيان وأيضا قالت في نفت هذه الاتهامات وقالت أنها تركيا بترغب في وحدة واستقرار وأمن وسلام ورفاهية ما أسمتها ليبيا الشقيقة شكرا شكرا